موسيقى السباق انطلق والمهمة اقناع الهيئة الناخبة على مدار عشرين يوما سيتنافس ثلاثي او شيش يوسف مترشح حزب جبهة القوى الاشتراكية والمترشح الحر عبد المجيد تبون وحسان شريف عبد العالي مترشح حركات مجتمع السلم لإقناع الناخبين باختيار واحد من بينهم يوم السابع سبتمبر الحملة الانتخابية ستسير وفق ضوابط معينة يجب احترامها تطبيقا للقانون واولها الابتعاد عن خطاب الكراهية والتمييز والامتناع عن استعمال اللغات الاجنبية في الخطابات واستعمال الممتلكات العمومية لاغراض الدعاية الانتخابية كما يلزم القانون بابقاء اماكن العبادة والمؤسسات التربوية والعمومية بعيدا عن هذه الحملة ويمنع استعمالها بهدف ترويج المترشحين لبرامجهم الانتخابية كما تحضر الإساءة لرموز الدولة الحملة الانتخابية بالطبع التقطير انتحها والإشراف عليها مقيس عدة منها التقطير الإعلامية في حداتها نصر على التجمعات نصر على التجمعات ومتابعة الخطب التي تلقها التي أيضاً دستور يعني يجعل لها ضوابط ضوابط هذه أيضاً لجنة رحيم السهرة منذ أيام على التحضير لذلك لمتابعة التجمعات وما يلقى فيها من خطب تكون مطابقة لما يقتضيه الدستور والقانون حملة ستضع كل مرشح على نفس المسافة من جمهوره من خلال التساوي في الحيز الزمني الممنوح عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية لضمان تغطية منصفة وعادلة وفي كل هذا ستكون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقيباً يقف بالمرصاد لأي تجاوز وهي التي سهرت عبر مندوبياتها بكامل التراب الوطني على توفير الإمكانيات المادية والبشرية والترتيبات الكفيلة بإنجاح هذه الحملة